بسم الله الرحمن الرحيم ورحب بيكون انا حسان حربي فرقة ثالثة اه النهاردة هكون معاكم في محاضرة مهمة وخفيفة في البايو كيميستري بعنوان خلال المحاضرة هنشوف ازاي ربنا هيأهل العضلة الهيكلية او باسلوب ادق الليفة العضلية انها تنقبض وبالتالي هيكون النت ريزلت هو انقباض العضلة ككل هنحاول في المحاضرة دي نجمع مبيل هستولوجي على بايو كيميستري على جزء فيسيولوجي فيريد نركز مع بعض وهنحاول بقدر الانكام نغطي كل الاسئلة ونجاوب على كل الاسئلة اللي ممكن تدور في ذهنك اسناء واحنا بنشرح المحاضرة طيب بسم الله الرحيم الهيستولوجي لما يجي تكلم اصادك عن كلمة مصر هتي تقول له مباشرة كده سكليتا المصل كارديا المصل سموز مصل طيب فيما يخص السكليتا المصل كنا عرفنا ان وظفتها الاساسية هو اللي هي الموفمينت والبوتشير بمعنى انها بتحافظ على حركة جسمك لأداء الانشطة الحيوية المختلفة بالاضافة انها بتحافظ على وضع جسمك جلوس وقوف تفرد ايدك في اتجاه معين هده كلها بنسميها البوتشير بتاع جسمك فيما يخص الكارديا المصل طبعا الكارديا المصل بتكون متمثلة في صورة مايوكارديام انكمبوسززا هارت مايوكارديام بيحوط الهارت طيب احنا عارفين ان الهارت بيشتغل اكتا اس ابامب ويبامب المين بالزبط لسال مهم جدا في جسمك اللي هو البلد اللي بدوره بيحمل اكتر من حاجة منها الاكسوجين سابلاي النيوترين بنمثلة في امينو اسد فاتي اسد جلوكوز اي حاجة كمان حاجة مهمة برضو فبالتالي بالتالي المايوكارديام لها وظيفة مهمة جدا بتحافظ على الوصف للقلب ان هو في صورة مضخة وبالتالي ده هيخلي الانسان على قيد الحياة طيب فيما يخص السموز مصل السموز مصل موجودة في اماكن كتير في جسمه موجودة في الجسرون ساني تراكت في القناة الهضمية موجودة في البروداكتف في جهاز تناسولي موجودة في اليوريناري سيستم موجودة في الجهاز البولي موجودة في الفاسكورا في الوعية الدموية الوعية الدموي حتى في طبيعته هو سموز مصل واكيد وجودها في كل مكان من دول لها وظيفة بربنا بيأهلها لها اكيد طبعا لما مثلا هتكلم عن جسرون ساني تراكت هنقول مثلا ان السموز مصل الموجودة فيها على مدار القناة الهضمية بيساعد في حركة الفوت بولوس من مكان التاني مثلا للأستوفيجس كمان بيساعد في هضم وطحن الطعام أثناء مروره في القنان هضمي كمان في بيخص بالروداكتف لو جبنا المثال بسيط ومثال حي قدامنا هنقول أن السموذ نصل الموجودة في اليوتروس بتساعد في باشنج للفيتس أثناء عاملة الولادة وده بيسهل من عملية الولادة طيب ده مخطط أو شكل بسيط بيوضح للفق بين الثلاثة نوع وللعلم كمان لما تيجي تتكلم عن المصل كنت بتقسمهم تقسمتين التقسمة الأولى كنت بتقول إما فولانتري وإنفولانتري عضلات إرادية وعضلات لا إرادية عضلات الأرادية متمثلة في السكيليتة اللي أنا أقدر أتحكم فيها وليه السيطرة عليها على عكس العضلات الإنفولانتري اللي أنا مليش السيطرة عليها زي الكاردياك والإسموز فيما يخص كمان تقسيمة تانية كنا بنقول في حاجة اسمها سترييتة وفي حاجة اسمها أنانا سترييتة اللي هي عضلات مخططة وعضلات غير مخططة العضلات المخططة أو ليه هنا السبب السترييتشن يعني التخطط ده سبب إيه سببه إن البروتينات بتاعة العضلة بتكون مترتبة في شكل تمام بيديها الشكل كده إن هي إيه خطوط لينجوتيديونال موازية لبعض موازية لبعض فعشان كده هي اكتسبت خاصية الاسترييتشن الاسترييتة مصل متمثلة في نوعين مش نوع واحد متمثلة في السكليتة الويكاردياك على عكس إن الاسترييتشن تكون نوع واحد اللي هو السموز نركز كده ونفوكس أكتر على الاسترييتة المصل لو جبنا مثلا اسكليتة المصل تمام واحدة في رأيك كده أول ما أقول لك اسكليتة المصل معلومة زمان خدناها السنوية تقول لي العضلة الهيكلية أكتين وميوسين ودي عبارة عن بروتينات والموضوع انتهى لها طبعا لو إن نسبة البروتينات الموجودة في اسكليتة المصل ممكن نقول إن هي لا تتجاوز 25% خلينا نقول إن هي أكتر من 20% فقط تمام طيب بقى النسبة 75% تقريبا ووتر ميا طيب لو فرضنا إن 20% بقى 75% بقى الخمسة بقى المية في المية كان خمسة الخمسة دي ممكن تتمثيلها في عناصر تانية من أبسطها ومن أشهرها جلايكو بروتينا جلايكو بروتينا يعني ده معناه إن فيه كاربويدريت أو فيه كاربويدريت في المصل طيب أخذنا كده وليكن البايسيبس عضلة البايسيبس الموجودة في الأرض وشرحناه قدامنا أول ما ممسكها كده لقوا إن فيه غلاف كونكتفتيشه من بره شيز كده من بره اسمه إيبي ميزيوم تمام من بره خالص بيغلي في العضلة ككل من وظيفته إن هو بيسمح للعضلة إنها تنقبض وكمان بيحركها بقوة أثناء الكنتراكشن فبالتالي بيحافظ على تكاملها وتواجدها بمعنى لو فرضنا إن حضرتك شلت حمل زيادة على البايسيبس أو عملت أي زيادة تكاملها وإن هي لسه زي ما هي أو ما حصل لها مسلا حسب المسال خلينا نقول كده لفظه مش توقف شوية ربشة كي إن فيه غلاف كده محوطه اسمه إيبي ميزيوم تمام فده بيصاهم في بتاعة العضلة خدنا الإيبي ميزيوم لقينا إن الإيبي ميزيوم من جوه بيتكون من حاجة اسمها باندلز باندلز أو فاسيكلز كل فاسيكلز من دول منفصل عن أختها سيباريت دفروم أزر باي برضو غلاف اسمه بري ميزيوم يبقى من برا إيبي ميزيوم دخلنا من جوه لقينا إن إيبي ميزيوم ده بيحوط مجموعة من باندلز أو فاسيكلز كل واحدة منفصل أو منعزل عن أختها بغلاف اسمه بري ميزيوم كنت تفتشوا برضو خدنا البري ميزيوم اللي بيحوط في الفاسيكلز دهية أو الباندل وخدناها واحدة لقينا إن الباندل أو الفاسيكلز دهية محاطة بإيه أو سوري مكونة من جوه بيكوانة من جوه من مصل فايبر أو مصل سلس وكل واحدة منعزلة عن أختها التانية بغلاف تالت اسمه اندوميزيوم طيب تطبيق بسيط على الكلام اللي لسه متكلمين للوقتي لو فرضنا أخدنا عضلة البايسبس أوكي وتندوم متاحها زي ما هنشايفين أوكي هنلاقي من بره الغلاف المنبرة هو إيه بيميزيوم بصنا من جوه لقيناه بيتكون من مجموعة من الباندل أو الفاسيكلز كل واحدة في سيبراتي فروم آآ زي أزر باي آآ غلاف تاني اسمه البريميزيوم أوكي البريميزيوم تمام خدنا المصل آآ فاسيكل أو المصل الباندل للواحدة دي تمام لقينا إن هي طبعا حواليها بريميزيوم كل واحدة منهم منفصلة برضو سيبراتي دي عن التانية بغلاف اسمه الإندونيزيوم طيب وكل واحدة من دول بنسميهم مصل فيبر أو مصل صل خدنا المصل صل الواحدة لقيناها تتكون مجموعة من المايو فيبر المايو ايه مايو فيبر وبعد كده المايو فيبر لما أجي أبص عليها اللي لاي تتكون من مجموعة من بنسميها الساركومير وكل محاضرتنا أو النص الأولى في المحاضرة يتكلم عن الساركومير وإزاي بتنقبط بالضبط تمام زي لسه ما قلين دلوقتي ان الفونكيشنا يونتس لي المايو فيبر هي الساركومير القطعة العضلية القطعة العضلية زيها زي أي سل عادية تمام فيها سيتو بلازم ولأن العضلة بتحب بتميز نفسها عن غيرها عن أي سيتو بلازم فبسميه ساركوبلازم فيما يخص السايتو بلازم أو الساركوبلازم بيحتوي على مجموعة موجودة في أي خلية ولكن من أكتر الحاجات اللي احنا بنشوفها في المصل أول حاجة الجلايكوجين ومعلومة عارفنا ان الجلايكوجين ستورد في المصل والليفر دائمة لما حضرتك بتكون في الفيتست وبتاكل كميات كبيرة من الكاربوهيدريت كمية الكاربوهيدريت تزيادة بتتخزن في المصل والليفر في السورة الجلايكوجين بحتاجها لما أدخل في احتاجها في وقت الحاجة بلجأ إليها وبحول الجلايكوجين لجلوكوز كمان في ATB و فوسفو كرياتين ودول سورس انرجي هنتكلم عنهم إن شاء الله في المحاضرة برضو و الATB طبعا أنا يعني بروديوس لإما عن طريق الكريبس سايكل أو عن طريق الجلايكوليز وبالتالي أنا محتاج الانزايمز والناس اللي هتشتغل علشان تعمل أو بيرفورم لعملية الجلايكوليز اللي هقدر من خلالها في حاجة مهمة جدا تركيب مهم 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 وترجع لأهميته اللي هو بيحتوي أو بيخزن كمية من الكالسيا التركيب اسمه الساركوبلازمي كريتيكولم زي ما قلنا انه هو بيحتوي على كمية من الكالسيا بحتاجه في عملية الكنتراكشن وكمان بحتاجه في عملية الكنتراكشن للنيرف مبالسز من الاكشن بوتينشن الموجود على مدار عضلة تحب تميز نفسها كما ميزت نفسها في السيتوبلازم سميته ساركوبلازم سسميه بلازمة ممبرين أو الغلاف الخلوي له مسل سسميه ساركو لمم ممبرين ساركو لمم ممبرين هنا كلمة ساركو هذا لفظ لاتيني معناها مسل ولو لاحظنا في الرسمة الأخيرة التي عدينا عليها من شوية قلنا في مجموعة نيوكليويد نعتبر المسل سل أو المسل فايبر نعتبرها مالتي نيوكليويد لأنها تكون لينجوتيدونال زائد كمان أنها تحتاج بروتينات كتيرة فبالتالي ستحتاج مصانع كتيرة ونقول أن المصانع كتيرة هي نيوكليويد فعشان كده نعتبرها مالتي نيوكليويد وكمان فيها ميتوكندريا علشان الانيرجي طبعا ميتوكندريا فيما يخص للسه علين علم الشوية اللي هو ساركوبلازم كريتيكولم وبيكون فيه امتدادات اللي بنسميها ترميال سستيرني ودي بتزود مساحة السطح اللي بالتالي أو بدورها هتزود الكاباسيتي علشان أقدر أخزن كميات كبيرة من الكالسيوم طيب لو لاحظنا فيه حاجة كده حاجة كده مثل الأنبوبة تمام الحاجة اللي قدامنا دي بنسميها التبيول أو التبيول الصغيرة دي بتنتهي في الساركولم الممبرين عن طريق بور ثقوب تمام ثقوب في الساركولم الممبرين التبيول دي بتربط لينك ما بين الاكسترا سيلورفلويد وما بين الانترا سيلورفلويد داخل الخلية تمام وده هيمد المصل سيلورفل هيمدها بالنيوتريون هيمدها بالأكسجين هيمدها بأي حاجة هتحتاجها علشان تؤدي الوظيفة الأساسية المخلوعة علشان ها ألا وهي الكنترا طيب من تحت منلاحظين حاجة اسمها الترياد أوكي الترياد ده هو كلمة ترياد يعني سلاسي يعني بيتكون من ثلاث عزاء الجزء جزءين عبارة عن ثلاث أدي واحد ثلاث 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 تمام وي في تي تبيول عشان كده سميته ترياد طيب برضو لسه بنتكلم في الساركمير الساركمير زي ما احنا لسه عائلين انه بتتكون هنا من نوعين من المايو فيلام سيك فيلام أو المايوسين وي ثن فيلام أو الاكتين بس هنا ياريت نصحح مفهومنا أو نقول المصطلح كامل كنا زمان في السنوية بنقول ان اكتين ومايوسين وخلاص كده لا هنا الاكتين ما بيكون شي واحد لا بيكون مع نوعين تاني من البروتينات ألا وهم وليهم أهمية كبيرة جدا هنشوفهم في عملية أو في انقباض العضلي نظرية الانسلاق للانقباض العضلي أو cross bridges فيما يخص A band i band و Z line والحاجات كلها نشوفها كده في السلايد الانقباض الانقباض باللون الأحمر هم الثين filament او الاكتين تروبون ترو مايوسين واللون الأذرق هم الثيك filaments اللي هم المايوسين قالوا ان المنطقة في النص دي اسمها الاتش زون دي عبارة عن مايوسين فقط قالوا ان من بتاخد جزء اللي علمنا عنه بالقلم دي بنسميها A band و دي بتكون دارك باند على الميكروسكوب باللون الاسود علشان كده علشان نفرق مين اللايت A band ده تاني حرف في كلمة dark فهو dark band طيب اما بالنسبة لل i band اللي هو light band اللي بتكون بتكون بس من thin filaments اللي هم الاكتين والتربونين والتربوميسل والاسم هنا عشان بس ما تلخبطش الاسم هنا مش علشان انا قلت ده تاني حرف و dark تاني حرف في dark اللي هو ايه باند ده نسبة لشيء اسمه حكتين كده احنا بنسميهم الان ايزوتروبيك والايزوتروبيك باند زي كده فكرة يعني يعني ارجو اكون ده غير في اللفظ فكرة المنشور السلاسي قالك لما السلط عليها ضوء على حتة معينة بيحدث انعكاس للاشعة في اكتر ما اتجاه فده سبب التسمية يعني مش مهم قوي اعرف سبب التسمية المهم اعرف اني ان الايزوتروبيك باند هو الاي باند هي اللايت باند اللي بتتكون من اكتين فيلمنتبس اما الايه باند هي الان عيزوتروبيك باند اللي هي الدارك باند اللي بتتكون من اكتين وميوسين فيما يخص بقى مين فيما يخص الزيد لاين الزيد لاين قالك هو يعتبر العلامة المميزة للساركومير علشان كده انا لما ايجا اتكلم عن الساركومير هقول هو distance between two successive z lines يعني هو المسافة ما بين اتنين زيد لاين وراء بعض يعني هنفرض ان هنا في زاد لاين تاني وهنا في زاد لاين تاني فدي على وعضيها كلها هتبقى ساركومير تانية ودي ساركومير تالتة ساركومير تالتة ساركومير اوكي تمام طيب ادي الage zone برضو عشان بس نكون فاهمين ان هي بتتكون بس من ايه بتتكون من ما يوسين بس وبيكون فيه خط في النص هنا اسمه الاملين برضو بيأكد لي الكلام بالرسم اسمه ادي الساركومير ووضحه قدامنا طيب لسه يليم دلوقت من شوية ان المسلز فيها مجموعة بروتينات من ضمن اشهر البروتينات اللي موجودة فيها ايش دول بس لاني هتكلم برضو عن مجموعة بروتينات في الاخر هستعرضهم بس يدوب كده اسماء والفانكشن على السريع اما دول اللي هحكي عليهم ودول اللي بيكون ليهم دور واضح في عاملة الكنتراكشن اول حاجة المايوسين المايوسين لما منشوفها دلوقتي هلاقي ان هو بيشتغل كربطة ما بين المايكرو فيلمنس والسلمنبرين يعني اللي بيخلي الماصل فايبر بتمسك في السلمنبرين من بره ككل من بره خالص والبروتينات هو المايوسين كمان بيشتغل حاجة حاجة اسمها هيدروليسيز للاتب اسناء كنتراكشن ليه الماصل ليه هناخد الوقتي ان المايوسين هيدروليسيز علشان تشتغل بمحتاجة اي تي بي والاتب لما هي يقعد على مكان اسمه اي تي بيز بايندينج سايت او اي تي بي بايندينج سايت هي يمسك في المكان ده بيلاقي فيه انزايم بيحل الاتب الى اي تي بي و باي فوسفات حرة حتة الفورس ترانسدكشن المقصود بها لما نجيب كده الشكل اللي عده ده معانا علشان بس الدنيا تكون اضحام الفوما نجيب الشكل ده نصل لكده ادي المايوسين تمام دول المايوسين لما يحصل انقباض بلاقي اني الاكتين ده قرب على بعضه كده لدرجة ان القرشزون هتختفي فعلشان كده وده بسبب ايه بسبب شايف الحتت كده اللي عاملة زي النقطي اللي فوق المايوسين تمام شايفين الحتت دي اهو كده ده بتعمل سحب من سلمية فورس قوة دفع او قوة شد تمام فعلشان كده بيلاقي وفيه اكيد رسمة تاني اهو بالزبط ده ريلاكسد وديه كنتراكتد بيلاقي ان المايوسين هنا السبب اللي خلى الاكتين بيقرب من بعض هو الهد بتاعة المايوسين بروتينز او المايوسين فيلمين بس علشان فيه معلومة مهمة هتتقال لما اقولك بعد كده الكنتراكشن على مستوى الساركومير مين اللي بيحصل له سلايدي مين اللي بيحصل له انزلاق مين اللي بينزلق فوق التاني هتقولي ان الاكتين هو اللي بينزلق المايوسين هو ما هو الا قوة شد علشان كده قدتلك ايه فورس ترانسداكشن ده الفكرة الخاصة بكلمة فورس ترانسداكشن اللي هو زي ايه قوة شد تسحب يعني تمام فيما يخص بقى الاكتين الاكتين قالك زي ما نسمع من شوية ان هي بتنزلق فوق المايوسين ولكن هي بترتبط بالمايوسين علشان تكون حاجة اسمها اكتو مايوسين اللي هو بكل اختصار كومبليكس عبارة عن اكتين ومايوسين اسناء المصل كنت اكشن وبالتالي ذهب يسمح للأكتين فلمس تقرب من بعض عن طريق الانزلاق تمام وبيحصل كونتراكشن للمصل فيما يخص التروبومايسين ان دول بروتينين مهمين جدا التروبونين والترومايسين بيكونوا اتاتشد مع مين مع الاكتين اتتاتشد توقف اكتين انزا كروف بتوين الاتس فيلمنت علشان يقفل المايوسين بايندج سايد هنركز في الحت دياريت لان هي مهمة جدا وهنفهمها دلوقتي بالظهر بالنسبة للتروبونين قالك التروبونين فيه منه ثلاثة ساب يونت فيه منه اي وفيه منه سي تمام فيه منه اي وفيه منه السي ساب يونت وفيه منه التي بالنسبة لها اي وفيه من الان ظايفه الانبخير المنطقة هيرطبط بالكال ساب يونت فيه تروبومايسين وفيه كان ساب يونت في الجهاز ايez تروبونايسين ، موجود في الجهاز نركز الخفز بالحديث بالزهري وهو بلوك لمايوسين باينتك سايد ودي على اساسها العضلة هل هتحدد ان هي هدى حصل لها كونتراكشن ولا لا طيب دي بقى رسومات تانية بيوضح للدين كلها ادي المايوسين تمام ودي كمان عندك الخط ده الخط ده هو التروبومايسين تمام اما الكوردي هو الاكتين ويكون مغلوب للبروتين هنعرفه دلوقتي والاخضر ده ثلاثة ساب يونت من التروبونين اي والسي والتي طيب ناخدهم واحدة واحدة ونتكلم برضو عنهم تاني السيك فيلمنت هم المايوسين ويتكون دارك بانت تمام كلمة دارك دارك بانت اللي هو الاي بانت تمام اللي هي ان ايزوترويك بانت كله لسه يلينه بايندين بروتين فيها ميوسين بايندينج بروتين تمام ده هيمسك في الاختها التانية وفي منطقة تانية هتمسك في مين هتمسك في الاكتين فالمنطقة دي موجودة على المايوسين وهتمسك في الاكتين فبسميها اكتين بايندج سايد اللي هو منطقة الارتباط او الاتصال بالاكتين السين فيلمنت السين فيلمنت تتكون من اكتين تتكون او سور ثلاثة اكتين وده لسه شايفينه انه قلنا عبارة عن جلوبيلر او كور صغيرة جلوبيلر بروتين يتكون في نوعين منه جي اكتين وف اكتين وظيفته الاكتين فورمز كروس بريجز اثناء المسل كونتراكشن يعني الهيد تعدى المايوسين هتمسك في الاف اكتين علشان يحصل سلايندينج ويحصل كروس بريجج ويتقرب الاكتين فيلمت من بعضها ويحصل كونتراكشن بالنسبة للتروبومايسين التروبومايسين الحبل اللي كان مخطوط هو الاف اكتين اللي هو الجلوبيلر بروتين الحبل ده الحبل ده لفظ ان هو خبيس في حتة انه في زي ما فيه على المايوسين اكتين بايندينج سايد حتمسك في الاكتين كمان على الاكتين فيه مايوسين بايندينج سايد هتمسك في الاكتين كده حسن بدني عكد شوية لأ ما عكدش تاني المايوسين هيد فيها سايد السايد ده هيمسك في مين؟ سأمسك بالأكتين علشان يحصل سلايدينج تمام في describes سيمسكه الأكتين فaccept my27 سبت سيمسكه موجود في المايوسين ولأنها سايمسك habla doing deci victime الاكتين فيها سايت ده هيمسك بمين؟ هيمسك بالمىوسين فباسميه مايوسين باينديكسايت فلما اجzero اسألك المىوسين باينديكسايت ده موجود على مين؟ موجود علي الاكتين والا موجود على المىوسين اجد 우리가 أجد على الى الكتين لان هذا هو مكتوب بلاك White형 الى مىوسين وبالك يقول لي موجود على الاكتين لانه هيمسك على الى مايوسين ولكن كده سميته اسم مايوسين باينديكسايت إذا لم تفهم هذه الحدة، أعيد عليها الفيديو و أرجع السنة بسيطة و أعيدها مع نفسك، ستجد الكلام مزبوط التروبومايسن يجد أنه يأتي على الميوسين بايندكسايت بتاعت العكتين و يداريها فبالتالي الميوسين لا يوجد مكان يمسك فيه ليلة النوم الداري تحت تأثير من التروبومايسن إذا تتجد الكلام مستقبل ليسوا إليك من شوية لإنما يقفل الميوسين بايندكسايت بالنسبة لتروبوماين، التروبوماين هو 3 polypaphylts التروبوماين تي و يمسك في التروبومايسن والتربونين اي وده بيحصل انهيبت او بيعمل انهيبشنakap عشان ك village estimate ay للإف اكتين experien inter συν يعني لما اعيد اعمل relaxation التربونين اي ده بيحصل له activation يعني يعني الوقت كلمة relaxation معناها ان انا عايز اعمل انهيبشن للانهيبشن مبين مين ومين ما بين الاكتين والميوسين فلو عملت stimulation او activation للتربونين اييiele وبالتالي انهيبشن الانهيبشن ما بين الميوسين والأكتين وبالتالي هيحصل لأن الكونتراكشن ده عبارة عن اتصال ما بين الأكتين والميوسين تمام طيب التروبونين سي ده سميته سي لأنه طبعا هيمسك فيه الكالسيوم هو عبارة عن كالميونين ميليكيول هيمسك في مين الكالسيوم برضو تقريبا يعني بنعيد نفس الكلام بس هنا على وضح شوية أنه بيقول لك أن الميوسين هنا ده شكلها و ده تركيبها لقدمنا تمام بيتكون من two heave chains تمام two light chains two light chains تمام تمام بنسميهم بيقولوني الهد الميوسين تمام طبعا الهد هيمسك في مين هيا اللي هتمسك في هيا اللي هتمسك في هيا اللي هتمسك في الاكتين بانت punch بانت 건 know 230 4 2 asti 5 21 22 23 25 25 25 22 25 عبارة عن ايه? عبارة عن جلوبلر جي اكتين. تمام? اه 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 يعني اه في الظروف الطبيعية تمام? لما اللي هو بيتحول لحاجة اسمها اللي هو او ايه? او بنسميها فيسكاس جيل. يعني ايه جات من المسميات جي اكتين وف اكتين? جي اكتين اللي هو وده بيكون في البدايات خالص. ولكن في الظروف او التركيزات الفيسيولوجيكال. تمام? ايه جي اكتين بيحصل له بولر بولي مرايزاشن بيتحول لي ايه? بيتحول لي ايه? بيتحول لي اف اكتين او فيبرس اكتين طيب اليم شوية ما ينفعش اقول ثن فيلمنت اكتين وسكت لا لازم اقول فيه توبوروتينز تانين اللي هم التروبونين والتروبو مايسل طيب الفانكشنز بتاعت مين بتاعت الاكتين. الجي اكتين هيمسك في باينزي جلوبيلر مايوسين هيدز زي ما احنا شايفين لو قلنا يعني الاتصال الطبيعي اللي تتكلمنا عنه من شوية. وكلام برضه هجيب له فيديو هنشوفه سوا برضه. زي انهبت الانتراكشن بتوين الاكتين ومايوسين اثناء ريلاكسيشن. ده طبيعي. ده طبيعي. هنمسك في بعض اثناء الكنتراكشن. هنبدعم بعض اثناء ريلاكسيشن. ومش محتاجاتها في سيريا. طبعا المنظر اللي قدامنا ده. هنوضح لي كلام للساعدين من شوية. ادي الاكتين مونيمورس. اه بالنسبة للتلاتة الاسود والتقريبا الازرق او البنفسي. التلاتة هم تروبونين. تي الاسود والسي اللي هو البنفسي واللون التالت ده هو الاي. اما بالنسبة للتروبومايسين هو الحبل اللي بيه داري بيعمل بلوكس. لمين? لي المايوسين باين ديك صحيح. طيب. طيب. انت من الصبح شال تقول يا دكتور اني. اه. بيحصل كونتراكشن. بيحصل كونتراكشن. طيب. هو الكونتراكشن ده بييجي كده. من واحده قال لك لا. طبيعي لازم يكون فيه اكزايتشن. والاكزايتشن ده علشان ادرك ان فيه اكزايتشن حصل لازم يكون فيه ميكانيكال ريزلت. في نتيجة ميكانيكية. عامل زي ايه? عامل زي نظام الكنتراكشن متى عضاة القلب. حصل اكزايتشن عضاة القلب. ولكن عايزة تشوف قدامي ميكانيكال ريزلت. نتيجة اللي هو انقباض لعضاة القلب. الولد كارديك سايكل مثلا. نفس الكلام هنا. العضلات بيوصل لها نيرف امبالس بيحصل لها استيموليشن عن طريق مين عن طريق النيرف. نيرف امبالس تمام. مصل كونتراكشن سبجيكتو عن طريق النيرف السيستم. بيحصل ديشارج للموتر نيورون. يعني الموتر نيورون بيحصل له ديشارج بيمشي في نيرف امبالس. ويمشي يمشي يمشي. الحد ما يوصل لفين? بيوصل لنيرو ماسك رانجاكشن او اللي اللي الوصل لها مبنين النيرف والمصل. واول ما يوصل هناك هيؤدي ذلك لليز لأسيطايل كولين اللي هو نيورو ترانسميتر. فإن الأسيطايل كولين اول ما يزيد تركيزه ده هيكبر ان يحصل انكريز سوديوم وبوتاسيوم كون داكتنس اللي هو دخول للسوديوم وبيحصل ديبولرزاشن وبالتالي بيحصل ايه? بيحصل كمان ايه? بيحصل كمان كونتراكشن للمصل. فهنا السبب الرئيس اللي هعتبره هو النيرف امبالس اللي جاي عن طريق الموتور تمام? موتور وبيوصل ليه المصل عن طريق الموتور عن طريق ريليز اللي هو اللي بيشتغل على النيكوتينيك الزبتور. طيب. المنظر اللي قدامنا ده بيمسسلي السلايدينج. ثيرو او نظريت الانزلاق او الكروس بريدشينج. اللي بيتم كالقادي. هنقول كده كلام بشكل عام. وخلال السلايدات اللي جايين. هايوضح له. اول حاجة اللي بيحصل. بص كده على الاصفر ده. التركيب الاصفر ده اللي هو مين? اللي هو المايوسين. في التركيب الاصفر المايوسين تمام? الحتة دي بقى اسمها مايوسين هيد. بيكون فيها حاجة اسمها ATB Binding Site. منطقة. هيمسك فيها الATB. اللي هو الطاقة بتحته. اول ما يمسك الATB بالمايوسين هيد. في الATB Binding Site. بيحصل ايه? بيحصل انه بيلاقي في وشه ATB's Enzyme. ده هيعمل ايه? هيكسرهم. ده مركبين. ADB وبيفوسفيت حرة. اللي هيتديني طاقة. فالأول دي طبعا ده رقم A و DB. بعد كده انتجت للطاقة. اللي بيحصل? اللي بيحصل انه الهيد بتاعت المايوسين بتمسك في المايوسين Binding Site الموجودة على الاف اكتين. طيب. اللي خلها مسكت. ما انت قلت اللي انه فيه حاجة اسمها تروبو مايسين سده الاماكن دي. في نفس الوقت وفي نفس اللحظة اللي الATB بيتكسر فيها الى ADB وبيفوسفيت. بتيجي ايونات الكالسيوم. بتمسك في التروبونين C. ايوه. انها تروبونين ثلاثة سعب يونات. C و I و T. بتمسك في التروبونين C. فما بيحصل تروبونين C. بيحصل له Anactivation. فده بيخلي بيعمل بعد كده Anactivation للتروبونين A And T. طيب التروبونين T ده ماسك في مين؟ بالتروبو مايسين. فيسحب التروبو مايسين طيب التروبو مايسين. طيب التروبو مايسين لما يتسحب هيعري هيعمل ايه انكوفرينج انكوفرينج للإف اكتين اللي عليها المايوسين بايندنج صايا تمام تمام فبيخلي الاماكن دي نيكت زهرة يقدر من خلالها الهيد بتاعة المايوسين تمسك فيها علشان كده قدر الرسمة دي مسكت طبعا لسه يا دوبك اهو قدر الكالسيوم ماتو الكالسيوم تمام يا دوبك لسه جاية وبعد كده في النهاية خالص مسكت طيب مسكت هينتهي الحوار كده قال لك لا يعريت نركز في دور ايونات الكالسيوم لحد الوقت ايونات الكالسيوم دورها طبعا في الكندوكشن ده طبيعي دي اول حاجة الحاجة التانية ان هي لما جت ومسكت في مين في التروبونين سي حصل ان الهيد تحت المايوسين قدرت تمسك في مين قدرت تمسك في المايوسين باينك سايت الموجودة على الاف اكتين طيب الموضوع هيخلص لو الموضوع بقى على الاساس ده لا هيحصل رييدتي والعضلة مش هيحصل لها ريليكسيشن يعني هيحصل كونتراكشن فقط وده يعني اللي بيحصل بعد الوفاة اني بعد الوفاة الشخص بيحصل له ريليكسيشن عضلاته بيحصل لها ريليكسيشن دائم بيحصل لها كونتراكشن دائم بيحصل لها ريليكسيشن السبب ايبا؟ السبب اني بيقولك علشان الهيد بتاعت المايوسين الوقتي هي مسكة في الاكتين علشان تبعد لازم اروح بذات نفسي اجيب لها ايتي بي ثواني طب انت الايتي بي استخدمته في الكونتراكشن انا ليه هستخدمه في الاكتين بالضبط كده دي الفكرة اللي انا عايز اوصلها لك اني الايتي بي انا بستخدمه في العمليتين الكونتراكشن والريلاكسيشن وده سؤال يمسك يوم مهم جدا الايتي بي في العمليتين كونتراكشن وريلاكسيشن ليه طيب؟ قالك لاني الايتي بي اول ما هيمسك في الايتي بي بايند ديكسايت الموجودة على المايوسين فورا اميدياتلي المايوسين هيت هتنفصل على الاكتين ليه؟ لاني لما اقولك ايتي بي مايوسين كومبليكس يعني الايتي بي مع المايوسين ده في حد ذاته مركب مش لطيف بالنسبة للاكتين ما بيحبهوش الاكتين فاول ما يشوفه المايوسين والاكتين يبعدوا عن بعض يبعدوا عن بعض علشان كده معلومة مهمة ان الايتي بي مهم جدا في الريلاكسيشن زي وزي ايه الكونتراكشن ناخد كل خطوة واحديها ونشوف استيبوان بيقولك ايه؟ بيقولك ده لسه هابده في الكونتراكشن بيقولك ان الهيد بتاعة المايوسين تمام؟ بـ يعني بيقولك ان الهيد بتاعة المايوسين فيها ما كان اسمه بييجي في الاتب وبيحصل له هيدروليزيشن او هيدروليز الى ايتي بي وباي فوسفيت تمام؟ وبالتالي هينتج عنه مركب اسمه ايتي بي باي مايوسين كومبليكس يعني مش محتاجة لهو انا ايتي بي تحولت ال ايتي بي وباي فوسفيت والمايوسين كما هو فالتركيب يعني جاي من اسمه طيب بالنسبة لستيبتنين استيبتنين في نفس اللحظة الوقت ان اللحظة الاولانية او الاستيب الاولانية متكلمين عنها من شوية بتحصل في نفس الوقت الكالسيوم بيمسك في التروبونين C تمام؟ في التروبونين C اكسبوزنج الاكتف سايت على الاكتين فورمينج اكتينو مايوسين كومبليكس ثين بايندنج تو ايتي بي باي مايوسين كومبليكس يعني لما يمسك الكالسيوم في التروبونين C ده في حد ذاته هيكشف الاكتف سايت او الاكتين بايندنج سايت سوري المايوسين بايندنج سايت اللي هتمسك فيها المايوسين وتالي مركب ال ايتي بي باي مايوسين كومبليكس هيقدر يحصل انتراكشن بينهما بينهما بينهين الاكتين ستبت سري باجه او الاكتين البيفوسفيت تبعد عن المركب اللي اسمه ADP بيحصل شوية تغيرات شكلية ينتج عنا في الاخر ايه شوية تغيرات في الهيد بتاعت الميوسين بعد كده تاني مركب هيبعد اللي هو الـ ADP طب الـ ADP الاول ما يحصله عن الهيد ميوسين بيعمل كروس بريدشين بيعمل سحب سحب المين سحب الاكتين على الميوسين سحب الاكتين تورد السينتر بتاع السركمير بيحصل له شورتنين بيحصل له كونتراكشن بيسحب الاكتين فيلمت ناحية السينتر ناحية المركز اللي هو خلينا نقول كده اللي هو الـ H-Zone الـ H-Zone عشان كده الـ H-Zone اثناء الـ CONTRACTION تكاد تختفي الـ M-LINE طبيعي هيختفي تمام بس الـ H-Zone تكاد تختفي استيبار بعض ده كله CONTRACTION الميوسين hit binds another ATP تمام الوقت الميوسين مسكة في الاكتين ومسكين في بعض عايزهم ينفصلوا عن بعضنا بعد الوقت هتستنى الميوسين زي ما قلنا ATP ومعنا الـ ATP مهم relaxation و CONTRACTION هتستنى ATP فبيكون المركب اكتين ميوسين ATB complex مدوقت مين مسك في مين؟ الاكتين وميوسين بعد ما الـ Bifuss Fet مشيت والـ ADB مشيت فبقى معانا اكتين وميوسين حطيت كمان على الـ ATP binding site اتي بي جديدة فبقى المركب ايه؟ اكتين ATB complex ستب خمسة بيقول لي فيها بيقول لي ان الميوسين ATB has low affinity الـ ATB وبالتالي الاكتين ايه الاكتين ما بيحبش الـ ATP اي حتة بيكون فيها اي حتة بيكون فيها ايه الـ ATP اي حتة بيكون فيها وحطه على الميوسين لديت ان الميوسين بعد مين عن الـ Aكتين او الـ Aكتين هو البعد عن الميوسين للأضاق تمام؟ لانه ليه low affinity اللي هو اقل جذبية وقل قابلية لبعضهم يعني كده طيب معلومة مهمة جدا بيقول لك ان في ستب اربعة اللي هو بيحصل فيها ان الميوسين هيد بيمسك فيها مين بيمسك فيه اي تي بي لو المستويات ال اي تي بي حصلها دروب تمام انت حصل كونتراكشن واول ما حصل كونتراكشن ده مفيش اي تي بي تاني والكلام ده بيحصل افتر دس نلاقي ان ال اي تي بي دس نوت بايند ميوسين هيد مفيش الخطوة الربعة مش موجودة وبالتالي الاكتين دس نوت دستشيات الاكتين مش هينفصل وبالتالي الريلاكسيشن مش هيحدث وده بيتم اكتر في ايه بيتم اكتر في الاجهاد العضلي او يتم اكتر في الشد العضلي اللي بيحصل في الشد العضلي اللي بيحصل في الشد العضلي ان نتيجة الحركة السريعة انت بتديش الوقت الكافي للعضلة ان هي تكون لي اي تي بي وبالتالي حصل كونتراكشن ومفيش اي تي بي علشان يحصل ريلاكسيشن وده يعني اللي بيتم واللي بيحدث برضو زي ما قلناه افتر دس بيحصل ريجدتي لكل عضلات جسمك يعني تصلب او تخشب زي ما قلناه كده الشخص ده بيتخشب لعضلات ومفيش اي تي بي لازمة للريلاكسيشن ولي لا يعني دلوقتي ده هتكلمنا عن الكنتراكشن تمام؟ والخطوات اللي بيتم فيها بالتفصيل فيما يخص بها اللي هو ستيب وان فيه ريلاكسيشن ريلاكسيشن الوقت الكالسيوم كان دوره ايه؟ لو افتكرنا هنقول ان الكالسيوم دوره اول حاجة ان هو مسك في التربونينسين طيب مسك في التربونينسين ده عمل ايه؟ عمل اكسوبوزنج للاكتف سايت الموجودة على الاكتين وبالتالي سمح للميوسين ان هو يمسك في الاكتين فيش اي مشكلة بعد ما يحصل ريلاكسيشن الكالسيوم ايون بترجع تاني للساركوبلازمي كريتيكلم بما كانها ليه ما كانها؟ الطبيعي تمام؟ ستيب اثنين ريليز للكالسيوم من التربونينسين ستيب ثلاثة التربونين التربونين مع التربونين مع التربومايسين انهيبت فارسر مايوسين هيد اند اف اكتين انتراكشن اللي هو ان التربونين هيبقى برضو ماسك لسه في التربومايسين وبالتالي التربومايسين هيقفل المكان بعد ما بعد عن بعض وتتكرر نفس العملية بريسنس الاتب مايوسين هيد لتو ريليز الاف اكتين لسه عالنها ان الاكتين ما بيحبش وجود الاتب بمجرد ما بيشوف اي مركب ماسك فيه اي تي بي يبعد عنه في الستيب خمسة زي اند اف انتراكشن بين الاكتين والمايوسين طيب نتكلم بقى عن دور الكالسيوم ايون في المسل كونتراكشن اول حاجة وحاجة بديهية اللي هو الساركوليمر ديبروليزيشن الكالسيوم ضروري جدا ل الديبروليزيشن بتاع الساركوليمر الممبرين اللي هو السل الممبرين في الاول خالص لما الاستيالكولين يحصل له اللي هو نيورو ترانسميتر طيب انت تقريبا عندك المعلومة من سنة اولى في السيولوجي ان الاسيالكولين لما يوصل للممبرين ده ينتج عنه الكالسيوم من الساركوبلازم ومن كمان من الاكترا سوريالس بيس وضروري للسعائلين المعلومة دي ان هم مهم جدا بيمسك في التربونين سي وبالتالي بيعمل اه الموجودة على الاكتين او الاكتين وده بيسمح للميوسين يحصل له انتراكشن مع الاكتين اكتفيت 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 الاكتفيت من الايتيبي للميوسين الفوسفروليتد تتفاعل مع الاكتين علشان الميوسين تتفاعل مع الاكتين علشان تعمل الشورتينج اسناء الريلاكسشن بترجع اي تحديث مكانها الطبعه اللي هو السركوبلاسيم السركوبلاسيم جذب للتحديث الميوسين أي ترجع اي تحديث مكانها التربونين والتروبومايسين الهيئة انتراكشن يعني يحصل ان الاكتفيت انكتفيت بترجع تاني يحصل لها وتتغطى تاني علشان امنع اي انتراكشن ما بين الاكتين والميوسين. وده طبعا في وجود مين ال اي تي بي اللي هو للو افينيتي للف اكتين. طيب نتكلم بقى عن ايه عن عنوان تاني مع معانا في المحاضرة. اللي هو بعنوان في مركب اسمه الكرياتين فوسفيت. هو في الاساس هو عبارة عن كرياتين. حصل له عن طريق الكينيز انزيم. يعني ال اي تي بي دخلت طلعت في صورة اي دي بي. فبالتالي المركب عبارة عن ايه? عبارة عن كرياتين واكتسب مجموحة فوسفات من ال اي تي بي. فبسميته كرياتين فوسفيت. الكرياتين فوسفيت ده بيحصل له. اللي هو اه تكسير تلقائي وبينتج عنه في الاخر مادة اسمها الكرياتينين اللي دي موجودة في اليورين. ودي بتعتبر مركر مهم جدا لشخص اه عنده اجهاد عضلي او بيتحرك كتير او شخص اه يعني جرى لمسافات كبيرة جدا عايز اتأكد ان الشخص ده جرى لمسافات كتيرة. اه هشوف نسبة الكرياتينين في اليورين وهلاقيها عليها. هلاقيها عليها. او لقدر الله شخص عنده اه اه مشاكل في العضلات او اه او مرض في العضلات تمام. لسيز بيلاقي كمية الكرياتينين عالية ليه? لان الكرياتين فوسفيت الموجود في المسلز بيلاقي حصل للشرط طايم. تمام. فده اه يعني بيعتبر سورس انيريجي مهم بس عبه الوحيد ان هو بس تخدمه لشورت طايم يعني ساكنز. مهم جدا اعرف ان السكريت المسل كان نوت كنتروبيوت ده او ريك ليتو بلوت جيليكوز طبعاً ده الجلوكوس 6 فوسفاتيد ده اللي بيحول الجلوكوس إلى جلوكوس 6 فوسفيد وبعد كده بدخل في دورة أو السور الأول جلاليكولاسيز عملية الإنشطار جلوكوس وبعد كده بدخل في دورة كريبس علشان كده العضلات الهيكلية لا تستطيع الاستفادة من البلاط جلوكوس بصورة مباشرة لغياب الإنزيم اللي اسمه فوسفاتيد جلوكوس 6 فوسفاتيد anaerobic metabolism في الاسكيتا المصل بيحصل production لكتايت نتيجة لإيجلايكولزيس نتخيل ان الشخص ده عداء بيجري ولانه هو في سباق كمية الاكسجين اللي بتحتاجها العضلات نوعا ما قليلة ده في حد ذاته هيجبر العضلات ان هي تستعين بعملية anaerobic metabolism او جيليكولزيس ولو فاكرين ان الجيليكولزيس في نهايته هيديني بايروفيت والبايروفيت ده المفروض يدخل في دايرة كريبس بس علشان ما فيش اكسجين هيوقف لحد كده ويسكت جل لك لا هيتحول لمادة اسمها لكتك اسد وده المادة المسؤولة عن ايه عن الاجهاد العضلي طيب زين بعد كده اللاكتيد ده هيروح للليفر علشان يخلق منه جيليكوز وبعد كده يروح للعضلات تاني علشان يعمل لي طاقة وده بتكون في الصرحة اسمها كوري سايكيب دورة كوري يبقى لخلي منه ان جيليكوز انا بستعين بي في دورة او في جيليكوليسيس علشان في الاخر خالص يديني لكتك اسد اللاكتك اسد يروح للليفر علشان يعمل بروداكشن لجيليكوز من تاني او يعمل سينسيس لجيليكوز من تاني ويرجع على العضلات علشان يعمل الكوري سايكيب اللي من خلاله اقدر احصل على طاقة انفيدي ستيت يعني الشخص ده لو واكل تمام لو واكل واكل كميات كبيرة من الكربوهيدريت فبالتالي جسمك هيستفيد من الكربوهيدريت المتاح والحاجة الزيادة والفضلة بتتحول لي جيليكوز في الكبد والعضلات برولونج السورفشن يعني لو الشخص ده مكلش بفترة طويلة واننفرض ان هو صعيب واننفرض ان هو صعيب اول حاجة الفري فاتي أسد والكيتون بودز ار ميجور سورس اوف نيروشي الفري فاتي أسد تمام وده طبيعي يعني التخيل كده افتكرها بان لو شخص مكلش الفترة طويلة هتقول لي رح يخس الدهون اللي عنده هتختفي صح صح بس مش الدهون بس المنبر اللي عدي بوستيش ولده كمان الدهون الموجودة حوالي الأورجنس عشان انه بيقولك ما تخسش مرة واحدة لان مثلا الكيدنز حواليها دهون بتكون من ثبتها فده ممكن يكون خطر كبير جدا ان يحصل ايه يحصل انستابيلايزيشن للكيدنز يعني عدم استقرار في المكان في البوزيشن بتاعها نحن توم كالبوزيشن بتاعها فالحماض الدهنية ايه الكيتون بودز دي الكيتون بودز هي عبارة عن ايسام كيتون بيستفيد منها الدماغ اسناء البرولونج نسترفيش بمعنى ايه بمعنى ان الدماغ او بلود برين باريير اه ما بيعديش اي حاجة لو السورس الاساسي لالانيرجي هو الجيلوكوز طيب لما فيش جيلوكوزة البرولونج ديسترفيشن الفري فاتي اسد تتحول في الليفر الى حاجة اسمها الكيتون بازل الكيتون بازل دي تقدر تعدى البلود بلين باريير وتقدر اه بروفايد البرين بالانيرجي ايه بقى موضوع دلوقتي شخص تخيل مكلش الفترة طويلة اول حاجة جسمه هيستفيد من الدهون الموجودة فيه ويخلص عليها خالص لحد بعد ما تخلص يتجى لحاجة تانية بجسمه اللي هي العضلات لحد ما اقول لك ايه ان الشخص ده عظم حتى العضلات اه اختفت طيب اختفت ليه عن طريقة عملية اسمها اللي هو عبارة عن ايه عبارة عن بروداكشن للجلوكوز من نون كربوهيدريت نون كربوهيدريت مولوكوز اللي هو انتاج الجلوكوز من مصادر ليست كربوهيدراتية زي الامينو اسد زي الفاتي اسد ايوه بيقول لك هنا بميتابوليزم من البرانشد تشينز امينو اسد ميجور امينو اسد امنتين من مصال الالانين طبعا الالانين مهم جدا تمام باستخدمه في جلوكوينيوجينيسيز في الليبر وبيقول لي سايكل اسمها جلوكوز الالانين سايكل والجلوتامين الجلوتامين ده باستفيد منه فين باستفيد منه في الجوت والكتنس فيما يخص تأثير الهومونات على الانيرجي بتاعت المسل بالنسبة الابينفرن او الادريانين الادريانين اللي هو هومون الغضب تمام بيقول لك حاول ما تزعلش حاول ما تعليش صوتك لا تغضب لا تغضب ليه لاني الغضب عايز نقول لانه بيرفع السكر ليه بقى لو انه هو بيعمل استيموليشن عملية اسمها الجلايكوجينو لايسيس يعني اللي هو عملية تحلل بمعنى ان الابينفرن بيروح على المسل والليفر يقول لهم لو سمحتوا انا عايز الجلايكوجين اللي عندكم اكسروا وحاولي الجليكوس وبالتالي لما بيحاولوا الجليكوس بيرفع البلط جليكوس بيرفع نسبة السكر في الدم الابينفرن او درينين بيعلي السكر جليكوجينو هل لي تأثير علىScript saw prevalence مالهوش تأثير وده سؤال M3Q مهم ليه لانه هو مالهوش ريسبتر شغال شغال على المصل ها هو لي ريسبتر على الليبر بس مالهوش على المصل طيب تأثير على الليبر بالمناسبة تأثير على الليبر عكس الانسولن اللي هنأخده بعد شوية طيب الانسولن الانسولن وهناعرفون ان الشخص لو عنده سكر او اللي اخد انسلن ليه? لانه هو بيعمل اه اه ابتك لجلوكوز. يعني جلوكوز الموجود في الدم. الانسلن ياخده ويدخله جوه الخلايا. وبالتالي الانسلن هو اللي بيقلل مستوى السكر في الدم. على عكس من الابنفرن. يبقى الابنفرن. الابنيرفرن بيرفع البلط جلوكوز. والانسلن بيوطي البلط جلوكوز. يبقى جلوكاجون بيرفع البلط جلوكوز زي وزي الابنفرن. بس الابنفرن ملهوش تأثير زي ما قلت على السكرية الماصل ان هو مفهوش السبتر للجلوكاجون. هنا بيحكي لبرده على المركبات الموجودة في العضلات الاكتيهين والمايوسين والتروبومايسين والتربونين والحاجات اللي اتكلمنا عنها. كذلك الامر من تحت له. ده مخطط بسيط بيوضح لي الفرق ما بين الكرياتين فوسفيت والانيرجي. تمام? وكمان الاتي بي هو الانيروبك جولايكولوسيز وانواع مختلفة من السورس انيرجي. مسلا في الرسمة الاولانية لقدامنا دي بيقول لي اني الانيرجي هو الكرياتين فوسفيت. هستخدم اكسجين? لك انا مش هستخدم اكسجين هنا. طيب المنتجات هو عبارة عن اي تي بي. طيب في الرسمة التانية في الرسمة التانية بيقول لي ان الانيرجي هو الجلوكوز. بستخدم جلوكوز. طيب الاكسجين ليوز ما بستخدم لا استخدم الاكسجين هنا. طيب البروداكت هستخدم اتنين اي تي بي. ليه هستخدم اتنين اي تي بي؟ لاني دايكولايكوليسيز. انا مش مش هستخدم جلوكوز مش هستخدم سوري اكسجين فبالتالي هستخدم جلوكوز ده بس فعملتي جلايكوليز الرسمة الثالثة دي بتوضح لي هستخدم ايروبك ميتابوليزم اللي هو هو هوائي تنفس هوائل الخليل تمام فده بيحصل ايه بيحصل ايه بيحصل ايه هو جلوكوز وبيريفك اسد او فريفاتي اسد تمام مل اي طريقة بس المهم في الاول الاخير في اكسجين يوز ننتقل لي اه حتة مهمة في المحاضرة بعنوان سبرينتينج فيرسس مارسون المارسون المارسون والسبرينتينج عايز يعني اعمل هنت بسيط عليهم علشان بناء على الكلماتين دول اللي هيتقالو هفهم الكلام اللي جاكولي فيما يخصهم يعني بالنسبة للمارسون هو عبارة عن ماشي بسيط اما سبرينتنج هو الجارد الجاربي اقصى سرعة ممكنة علشان تذهب في السباق سشبه؟ نعملировzag سوف اقسم بعد كده ذلك الماسل فايبر للمحين طيب 1 و طيب 2 ولما قولك طيب 1 هي الأوكسيداتف إياك تقولي دي طيب 2 كل واحدة مميزاتها كده طيب 1 يبه هي الأوكسيداتف هي سلو تويتش هي اللي بيكون له نهارد هي اللي بتعتمد على البيتا أوكسيديشن علشان تحصل على طاقة بكل سهولة لوقتي لو قلتلك ان المراسون اللي هو الماشي الطبيعي والسبرينتج اللي هو الجاري انت لما تكون ماشي ماشي طبيعي تمام المشي جاري خالص مش أقصصور عليك بالتالي هتاخد للأوكسيجن و هتطلع كربون داكسيد عادي نفس داخل و نفس طالع فيش مشكلة بس بقى المشكلة فين المشكلة انت لو بتجري اللي هو سبرينتج كمية الأوكسيجين داخلها قليلة ياريت بقى نلقط المعلومة دي بقتي في السبرينتج كمية الأوكسيجين داخلها قليلة انت بتجري بأكسيصور عممكنة أما في المارسون داخل و طالع برحته فيش مشكلة ففي رأيك أنهي نوع بتاع المارسون ولا بتاع السبرينتج هيعتمد على الأوكسيجين علشان ينتش طاقة أنهي نوع المارسون و السبرينتج لأ المارسون علشان في وقت تدي طاقة أو سر تدي أكسيجين للعضلات أما السبرينتج الأكسيجين اللي داخل و ليه العضلات ما عنداش الوقت الكافي اللي تحصل فيه على أكسيجين فبالتالي بتلجأ للجيولايكوريسيس اللي هو الانئوروبيك ميتابوليزم و ده فهم الكلام إن الطايب ون اللي هو الأوكسيديتف يعني هي أكسيديتف يعني بيعتمد على الأكسيديتف فوسفريليشن الأكسيدي الفوسفوري الموجودة في دورة كريبس يعني يعتمد على وجود أكسيجين فرأيك ده بيحدث في المارسون ولا سبرينتي الحروب ما نبصش على سلايد أصلا بيحدث في المارسون لأنه بمشي في وقت أدخل الأكسيجين وفي وقت العضلات تحصل على أكسيجين تمام تمام يعني بتاعتمد على فيها فيها مايو جلوبين مايو جلوبين ده اللي بيوصل عن طريق الكريات الدم الحامرة تمام اللي بيكون شعي الأكسيجين increase in مارسون يعني أنواع الفايبر دي بتكون ما يتشتغل أو موجودة أكتر تمام في المارسون تمام طيب وان فايبر يعني بتحتمد على الأكسيجين زر ATB resensis is large dependent على بتاوكسيديشن اللي هو TCA cycle اللي هو دورة كريبس تمام أما بيخص type 2 type 2 اللي هو fast twitch يعني type 2 fast twitch fast twitch يعني ده بيجري في sprinting لما بتجري العضلات بتنقبض كتير عشان كتا سمتها fast twitch اللي هو بتنقبض انقباضات سريعة ده في sprinting بيكون لونها ايه في رأيك هل هيكون لونها أحمر كلمة رونها أحمر ايه اللون الأحمر المايو جلوبين ده في المارسون في type 1 اللون الأحمر اللون الأحمر تمام اللون الأحمر ده سبب المايو جلوبين اللي بيكون شاية الأكسجين وده لأن انت بتدي العضلة وقت كافي تحصل في على الأكسجين وده بيحدث في مين في المارسون مش في sprinting تمام أما type 2 اللي هو fast twitch سميته اسمه تاني اللي هو jlycolytic ما سميته اكسوداتف وعرفنا اللي هي jlycolytic لأن ما فيش وقت كافي تحصل على اكسجين في sprinting وبالتالي الاكسجين الجلوكوز المتاح لها بتستغل في عمية jlycolysis علشان تنتوش طاقة عشان كده سميته jlycolytic طيب اكسجين جلوكوز جلوكوز هذا يكون انكريز في sprinting تمام انكريز في sprinting sources of energy used by sprinter and runner وده الفر تاه الفر sprinter اللي هو 100 متر شخص عداء بي gary gary عبقصة سرعة ممكنة ما فيش اكسجين كافي طيب ما فيش اكسجين يبقى هلجي على عمري جلوكوز تمام او كرياتين فوسفيت فيش مشكلة كرياتين فوسفيت برض لان فيش اكسجين ترنجو ان الكرياتين فوسفيت الاكسجين يوز نون طيب هنا جلوكوز درايف فروم مصل جلوكوز بعد كده بيخش في عمية الان اوروبic جلوكوز وبيحصل كمان رابد ديبليشن المصل الجلوكوز المتخزن في العضلات بيستهلك بسرعة لان اعتمدت عليه بشكل كبير لان ما فيش اكسجين واصف اما بالنسبة للمرسون في وقت في وقت ان الاكسجين يدخل طالما في وقت ان الاكسجين يختل يبقى نوعه type 1 oxidative طيب في وقت ان الاكسجين يدخل يبقى كمية الاتب هتكون كتيرة لان انا استغلت الوكسجين في دورة كريبس وبالتالي حصلت على كمية كبيرة من الاتب حلو البلوت جلوكوز والفريد 3 اسد انا هستغلهم طبعا هنا هستغلهم في دورة كريبس ويحصل للمسل جلايكوجين لان انا مركز على جلايكوجين انا ركز استغل الجلوكوز المتاح بالنسبة للاول وبعد كده اروح جلايكوجين على عكس مين على عكس الاسبرينتو هنشوف دلوقتي مع بعض مبسط بيوضح لي ازاي الانتر اكشن ما بين الاكتين والميوسين بيتم وال كنتر اكشن للساركومير ازاي بيحصل في الاول كده زي ما احنا شايفين البروتين او اللوكول ده العام زي الخيط هو التروبومايسين وبيكون كفر بيغطي الميوسين الموجود على الاكتين وبالنسبة للتلاتة ميوسين اللي هم اخضر دول ده التروبونين سي وفيه طبعا تروبونين اي وفيه تروبونين تي اللي هو بيمسك في التروبومايسين تمام وطبعا بالنسبة للون البنفسي ده ده هو الاف اكتين وده بالنسبة لنا هو الميوسين هيد وده اي دي بي زائد فوسفيت ميوسين حرة ودول من الهيدروليس الاتب على الاتب بايندن سايت الموجودة تمام وتحت تأثير الاتب انظائم فالبتم تلاتي الكالسيوم يمسك في التروبونين سيم وده يبدو انقضر ويحصل اكسبوزنج للميوسين بايندن سايت الموجودة على الاتب ترن اكسبوزنج الميوسين بايندن سايت بعد كده زائد الاتب والبالفوسفيت وننتجين من عملية تحلل الماء الاتب فأول ميوسين هات بحصلها ريليز عن الميوسين هات الميوسيت هاتمسك في الميوسين بايندن سايت الموجود على الاتب وبعد ما حصل ريليز الاتب تمام عن الميوسين هات زي ما قلنا قبل كده ودي معلومة مهمة اني الكنتراكشن وريلاكسيشن بيحتاجوا اي تي بي لوقتي حصل الكنتراكشن فبالتالي انا عايز اي تي بي علشان يحصل ريلاكسيشن ويحصل اني الميوسين هات يفك عن الاكتين لاني احنا زي ما قلنا ان الاكتين ما بيحبش الاتب يعني الوقتي الكمبليكس اللي قدامك ده اكتين مسكين فبعض طيب جا طرف ثالث اللي هو الاتب اللي انا هجيب دلوقتي فبالتالي الاكتين ما بيحبش الاتب فليه لا افينيتي فبيبعد عنه تمام زي ما هتم زي ما قلنا ان الاتب مهم وريلاكسيشن بكده احنا نكون انهينا الجزء الاول في المحاضرة بتاعتنا اللي هو السكليتال مصر كونتراكشن عن ميتابوليزم في بارتطو هنتكلم عن الديزيزيز اللي هي ريليتد ل السكليتال مصر نتكلم دلوقتي عن الديزيز او اللي افكت المسكولر سيستم في البداية بيقول لي ان في حاجة اسمها بوتيوليزم بوتيوليزم افكت البكتيريا البكتيريا دية بتفرز التوكسن التوكسن ده بيستهدف النيورو ماسكرا جنكشن طيب بيستهدفها ازاي تعال نشوف كده في صورة بسيطة هتوضح لي ازاي النيورو ده بي افكت النيورو ماسكرا جنكشن على الشمال ده نورمال تمام ادي فيه اسطال الكولين بتطلع منها الاسطال الكولين ريسيبتور علشان يحصل تمام بنسبة الرسمة العالمية الخلل هنا اللي هو التسمم بالسم اللي هو خاص بالبكتيريا بتولينم تمام اللي هو كولستريديوم بتولينم تمام الاسطال الكولين علشان ينتقل من الفيسيك ريسيبتور بيحتاج لبروتين اسمه سنير بروتين س سنير بروتين ده لما يكون فيه بتولينم توكسن بيستهدف السنير بروتين فبيكسره فبالتالي كان كمية الاسطال الكولين اللي مفروض تروح تمام هنا اقل عن الطبيعي تمام يعني هنا بص كده قد البروتين امتقسل اثرت على تمام او بالتحديد اثرت على الاسطال البروتين اللي هينقل الاسطال الكولين النيورو ترانسمتر وبالتالي عمله فحصل ان ايه ان كمية الاسطال الكولين اللي طلعت واللي رايحة علشان تشتغل على حصل لها ايه لس قلت ليه قلت لان البروتين اللي بينقلها اتكسر تحت تأثير البوتيولونم توكسين تمام اه فيما يخص المرض اللي بعد كده اسمه فايبروميالجي اللي هو الالم اللي في العضلية اه بصراحة المرض ده يعني مر بمراحل عديدة الى ان انتهى الحال في عمال تسوئمائة وتسعين وسمي بالاسم ده كان في الاول من ضمن الاسماء اللي سمي بها المرض ده البين سندروم وساعات سموه اللي هو التهاب ليفي تمام وبعد كده سموه تلازمة المرض يعني هم بشكل عام حد دلوقتي معارفين يعني مفيش سبب معين ليه فبنقول ان هو السبب مش معروف ممكن يقول يكون على سبيل المسال مشاكل في الجهاز العصبي خلل في الجهاز العصبي بمعنى ايه بمعنى ان الجهاز العصبي مركزي بيحصل له حاجة اسمها ان الجهاز العصبي مركزي بيدرك اقل درجة من الالم يعني يدوبك شكة بسيطة كده يدوبك حاجة كده لا تذكر بيتحس بها بسبب ايه مشكلة في الجهاز العصبي او ممكن خلل في النواق العصبية وساعات يعني يعني الزام السبب ان فيه مشكلة في الجهاز المناعي او ساعات شخص بيعاني بسترس لفترة طويلة تمام بيظهر عنده اللي هو الالتهاب العضل الاليفي وده المزمن ورهيب جدا يعني في برضو في وبيكون برضو يعني لو قلت الاعراض دي قدام شخص يقولك ده عندي لان اغلب الناس برضو تحسها كده بتعاني من نفس الاعراض الموجودة في المرض مشاكل في الجوينت ومشاكل في المصل ومشاكل في التين طيب برضو نركز على اللي هو ضمور العضلات وده مرض مهم جدا تمام هنتكلم في حاجتين عنده حاجة اسمها دوشان تمام دوشان ومرض تاني اسمه بيكر يعتبر برضو هياخد معنا جوز هتكلم فيه نحكي براحتنا طيب فيما يخص المايسيني هو مرض مناعي طيب ليه هو بيعتبروه هو بيعتبرو ايه تمام المشكلة في ايه بالزبط المشكلة اني البيتا بتاع جسم جهاز في جهاز مناعي بتفرز اوتو انتباطس الاوتو انتباطس دي بتستهدف الاسيتايل كولين ريسبتور خلي بالنا برضو الموضوع هيكون على بس مش زي موضوع البيتولونم توكسين لا هناشتغل على الاسيتايل كولين ريسبتور اللي هو النيكوتينيك ريسبتور الموجودة على الموجودة على ناحية المصل ناحية ناحية المصل بيعمل ايه فيها بيعمل لها فبالتالي الاسيتايل كولين هيفرز بكمياته الطبيعية العادية ولكن هل الاسيتايل كولين هيلقه نيكوتينيك ريسبتور قدامه علشان يشتغل عليه مش هيلاقي فبيحصل ايه هو في البداية الشخص لما بيصح من يوم بيكون طبيعي ما فيش مشكلة ولكن بزل جهد خلال اليوم تمام بيوصل الحال بيه ان اخر اليوم بيحس بألم شديد جدا ومش قادر ينصب طول وبرضه من الحياة المميزة بيحصل حاجة اسمها اللي هو يعني كده جفن وع تمام او بيحصل كمان حاجة اسمها رؤية كده مزدوية اني بيشوف الحاجة احنين تمام وخلي بالنا في حاجة يعني من اكتر او بيقصر اكتر على ايه على الستات عن ريال طيب وكلمة ماي جريف جاي من ماي اللي هو مصل واثينيا اللي هو ضعف جريف جاي من كلمة خطير او يعني من كده هائل يعني من كده ضعف عضلات شديد وخطير جدا طيب بعد كده اللي هو التهاب او مشاكل في العضلات تمام مشاكل في العضلات برضو بيأثر على الكتن تمام تندونايتس طبعا الاسمه واضح انه هو التهاب في التندوز تمام طيب بعد كده في حاجة اسمها تمام ده بيحصل نوضحها كده بصورة بسيطة علشان الدينية تكون واضحة ده بيحصل ليه طبعا هنا الاسماء اللاتينية يعني معاوجة او ملفوفة وكولس اللي هو نيك او كولر عقدة او رقابة بصوا منظر الطفل بيحصل ان ستور نوكلود ومستويد مصر بيحصل لها كونتراكشن مستمر وده بيحصل امتا لما يلف رقابته في نحية نحية الجزء اللي حصل فيه المشكلة تمام الراس بلفها نحية الخد بيحصله يلف لالتجاه المعاكس لان فيه عضلة ما زالت منقبضة طيب بالنسبة لي الترايكونوزيس ده يعني احنا بنقول ان الترايكونوزيس تمام الترايكونوزيس ده وهو عبارة عن ايه بارة عن مشكلة سببها وورم او شببها بارازايت تمام اللي هو ترايكلينس بيراليس بارازايت ده افكت المصل وبيعن مشاكل فيها من ضمنها المايوسايتس او حاجات كده كليكتيفلي كده مع بعض بنسميها ترايكونوزيس طيب لو افتكر مع بعض قلنا ان الميجور بروتينز اللي تكلمنا عنهم اللي هم الاكتين والمايوسين والتروبونين والترومايسين وقلنا ان في مجموعة بروتينات تانية تمام من ضمن البروتينات التانية دول هو التستروفين وده بروتين مهم جدا 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 ليه بقى اه كونه مهم ان هو الجين اللي بيعمل كودنج للديستروفين يعتبر اكبر جين في الهيومان جينوم في الجينوم البشري اكبر جين تمام اه بيكون هو الجين المسؤول عن كودنج للديستروفين فقال لك هو اللونج بروتين اتاتشنج بيربط السيتوسكيلتون اللي هو زي كده الهيكل العظم بتاع الخلية او المسل فيبر بالاكتين تمام وبالتالي يقدر من خلاله الاكتين والاكتين ويمسك فيه هو الجليكو بروتينز تمام وده بتقدر في بالتالي الاكتين والجليكو بروتين يقدر ان هما يمسكوا في الاكترا سولار ميمبراين بروتينز زي مثلا اللاميني بمعنى ان هو يعني بمعنى حاجة كده عايزين نفهمها ان هو بيربط ما بين السيتوسكيلتون بتاع المسل فيبر ما داخل الخلية ببر الخلية وبالتالي هيربط ما بين بر الخلية بالتندون وبالتالي طالما رابط التندون هيربطه كويس في البون فهو زي مراحل اللي هو من ملتده ايه الحبل اللي بيساهم في منتيند الخلية ويخليها كونتراكتايل يعني يخلي المسل فيبر دايما كونتراكتايل وسستيند منتيند يعني دايما محافظ عليها مسك نفسها كويس ما حصلهاش اي دامج قال لي كمان ان ديستروفين اللوز فورسس ابلاي تو ساركوليما الممبرين عن طريق الاكسرسوليما الممبرين تو بي بورن باي زا سيتوسكيلتون هو نفس الكلام بيقولك ان هو بيربط ما بين السيتوسكيلتون والاكسرسوليما الممبرين ناصد ديستروفين ريزولز ان ميكينيكال استريسيس ده ينتج عن النعيم لما ديستروفين يكون قليل السيتوسكيلتون مش هيبه ماسك نفسه كويس يعني الحيكة العزم بتاع الخلية مش هيبه ماسك نفسه كويس وبالتالي تلاقي الخلية كده بالبلد هشة هيحصل فيها هولز سقوب السقوب دي هانتج عنها هينتج عنها دخول كميات كبيرة من الكالسيوم ساستين دهاي وبالتالي بيحصل اكتيفيشن الكالسيوم ديبندان بروتيز زي الكالبينز يعني في بعض الانزيمات اللي بتحلل البروتين الانزيمات دي بتعتمج على وجود الكالسيوم فنتيجة ان السيتوسكيلتون بتاع اسم مصف الفايبر مش ماسك نفسه كويس بسبب ان ديستروفين بكمية قليلة تمام الكالسيوم اللي بيدخل ده بيساهم بيساهم وبيساعد البروتينز نظام انها هتشتغل زي الكالبينز وبالتالي هيحصل ايه بروتيولايزيس للمسل بروتين كيف حصل اللي هو تحلل البروتينات فبالتالي ده هيجيز بمين هيجيز بميجريشن البولي مورفو نيوكليار سيلز اللي هو خلال المناعة هتيجي ناحية المكان ده تمام وبيحصل كمان في الفايبر اللي هو تدمير بؤري او معنى صح اللي هو الفايبر هتتكسر في المنطقة اللي حصل في المشكلة ده والبولي مورفو نيوكليار سيلز هتيجي للمكان اللي حصل في لاما بتعمل تمام اللي هو بتعيد البناء من الاول تمام او تدمر الموضوع خالص تدمره تدمر الفايبر بشكل نهائي وتيجي بعد كده الخلية تبني بروتين من الاول علشان كده الديستروفين مهم جدا 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 والمشاكل اللي بتحصل فيها هنشوفها دلوقتي في بعض الانهيريتد ديستوردرز ميوتيشنز في الديستروفين جين عند مراضين ومين البيكر ودوشان ماسكولر ديستروفي تمام اولا هم بمعنى ان هم بيحملوا على وبالتالي بيكون اكتر في الاطفال الزكور عن الاناس تمام وبالمناسبة المسكولر ديستروفي ده اه مع مرور السن بيختفي يعني بالكتير مش عايزة حط السن معين بس اللي هو ايه ما بيتورشش من الراجل يعني لو طفله صغير تمام كان عنده مسكولر ديستروفي يكبر وصل مثلا للسن التلاتين هلا يختفى من عنده مسكولر ديستروفي طيب 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 ما اختفى من عنده ازاي هورسه هيورسه للجين ل regards كده اللي بيورس للجين ل بعض كده هي المظار يعنى هم بس ما بيكونش حاملة للجين بتكون يعني? يادوبك هي م Guerrier يعنى هاذها ل Guerrier بس هي بتكون فبالتالي لما يحصل تزاوج ما بين الام والاب بعد كده الأم ذالوقتي حاملة attach ده هو ولو فرضنا ان هما هيعمل الاب عنده اكس واي منين سلام والام عندها اكس اه افكتد و اكس سليم فبالتالي مسلا لو اطفال اه طفلين ولدين هيبقى فيه واحد اكس واي سليم طفل ما فوش اي مشكلة وطفل تاني عنده اكس واي تمام افكتد لان هو اه خد الاكس الافكتد من مين من الكاريار الامب اه الحاملة الجين اي البيكر بقول لك اقل خطورة تمام وبيقول لك ان معلومة مهمة يخلي بالنا ان الاطفال او المرضى ما زالوا بيمشوا بعد السن الست عشر في البيكر اما في الدوشان تمام بيكون اكسر خطورة لدرجة ان المرضى اللي عندهم الدوشان دول اه ما بيمشوش في سن الاثناشر سنة انت متخيل ان البيكر يقدروا يمشوا بعد ست عشر سنة عادي في السن معين بعد كده يلاقي عنده ظهرت المشاكل اما هنا قال لك عند سن اتناشر وما بيطارش يمشي طبعا انها بيقول لك ان بوث كان بي كوزد باي ماسف ديليشانز في ديستروفينجين يعني اه سببه ان في حزف بصورة رهيبة لالنيكوليتايدز لالنيكوليتاد وبيحصل كمان ايه مشاكل في ديستروفينجين تمام وطبعا في انواع تانية مش بس احنا قلنا او في المايكرو تقريبا معلومة دي ظهرت عندكم اني انواع تمام اه من ضمنها اللي هو الحزف يعني بيحزف كروموسومات اه سوري نيكوليتادات معينة وبالتالي بيحصل ايه لما بعمل بيحصل ديستروبشن او اه ميوتيشن في ديستروفينجين يعني بيقول لك اني الخطورة هنا يعني ما اقدرش وقت لو فرضنا ان الحالة خطيرة تمام لو سببها ان كمية ديليشانز عليها هتيجي تقول طيب انا هقل الخطورة بان انا هقل كمية ديليشانز دي معلومة خطأ معنى ان السفرتي ملاحش على علاقة بسايز اوف ديليشن تماما اللي فيها في فاكتور سانية ملاحش دعوة بسايز اوف ديليشن ده برضو بيوضح نفس الكلام يعني اتكلمنا عن تكلمنا عن دوشان وتكلمنا عن تمام عرفنا ان هو عرفنا بيصيب الزكور اكتر عن الاناس والام بتكون وهي اللي بتلقل بعد كده الجين للوف سبرينج بعد كده اللي هو الجين للناتج طيب علشان ما نحكيش كتير في السيتوكريوم سي اوكسيديز اللي هو كومبليكس اي في ديفيشنسي باختصار احنا متفقين اني العضلات بتحتاج الاتب علشان تعمل كونتراكشن الاتب ده لما بتحصل عليه من جيليكولوسيس وبيكون كمية وليلة في صورة اثنين اي تي بي او بتحصل عليه من مين من دورة كريبس او تي سي اي سايكل طيب تي سي اي سايكل او دورة كريبس اللي هي اسم ثالث اسمها الاكسيديتف فيسفلوريشن اللي هو الفاسفارة الضوائية او سوري الفاسفارة التأكسودية طيب الفاسفارة التأكسودية دي على مدارها يعني انضمن الخطوات اللي بتحصل فيها اخر خطوة اخر خطوة في مركب اسمه سايتو كروم سي اوكسيديز المركب ده لازم من وجوده لان وجوده بيكونلي في النهاية اي تي بي فتخيل المركب ده مش موجود في ديفيشنسي بالتالي كمية الاتب هتكون قليلة اللي هتنتج صح كده صح وبالتالي العضلات والانسية اللي بتحتاج كميات كبيرة من الاتب هيحصل لها هتموت وهيحصل لها ضمور وهيحصل لها ده خلاصة السايتو كروم السي اوكسيديز اللي هو كوم بيكس اي با �طري ميوتاتشنس عشان يكون فهمين طيب هو بيقول لك ميوتاتشن في الاتليشن على الاقل اربعتاشر متو كنديري ريالجينز ايه دخل ايه دخت ميوتاتي كنديري في الموضوع يعني هنا سوأ البس absorbing ايه دخل متو كنديري في موضوع لاني من الحياة اللي انت درستها في دروة كريبس اني بعد ما يدخل الميتو كونديريا بمعنى بيتحدث في الميتو كونديريا علشان كذا المشكلة اللي هتحدث في الميتو كونديريا ده بروتين ده محتاج علشان يتبني محتاج شفرة الشفرة ده لو حصل لها مش هيتكون وبالتالي اخر خطوة في عملية تكون اتبي مش هتتم وبالتالي كمية الاتبي اللي هتكون نتجة هتكون قليلة بالتالي الانسجة اللي بتتغزى على سوري اللي بتستعين بالاتبي في اداء وظائفها هيحصل لها ديستراكشن ويحصل لها ديستروفي بنفس الكلام اللي قلناه اخر خطوة في يعني بيكون مسؤول عن اخر خطوة في الفاسفرة اا التأكسودية قبل ما يحصل تكوين الميتو كونديريا دي بيغير يعني بيفصر لك بيقولك اللي بيتم بالزبط او ازاي الميتو كونديريا دينامي وتشم تعمل ايه بالزبط هي بتغير بس في التركيب طيب فبالتالي لو حصل تغير التريشن في التركيب بتاع السابيونت ده بالتالي مش هيشتغل وبالتالي اخر خطوة في مش هتشتغل او مش هتتم تمام تمام امبيرد اكسوتفوسفلوريشن كالليد توسيل ديث انتيشوز زل الارج اماميونت من الانرجي زي البراين والمصر يعني بيقولك لو الاكسوتفوسفلوريشن حصل لها امبيرد لو تم عاقتها او ما تم متشي للاخر وده سبب ان ايه سبب ان السايتوكرومسيوكسيديس حصل له مشكلة ايه حصل الميوتيشل لجين بتاعه ده يؤدي له السيلدس الخلية هتموت طبعا في الانسجة اللي بتحتاج كميات كبيرة من الطاقة زي الدماغ وزي المصل وزي الهوت طبعا هنا بيحكي لي الاعراض اللي بيتم الساينز والسيمتومز اللي بتظهر الناس بيعانوا من مايوبسي بشاكل العضلات وهايبوتونيا يعني هايبوتونيا يعني اا مش قادر يعمل اللي هو مش قادر ارفع حاجة مش قادر يعني استعين واستخدم عضلات ويعكم الحاسمة هايبوتونيا عكس جميع هيبارتونيا اللي هو اللي هو ايه تخشف في جسمه كده دايما عضلات اما بالنسبة لهايبوتونيا العضلات بتكون مرتخية دايما ما ننساش كمان احنا قلنا ان البرين بيحتاج كمية اي تي بي كتيره فمش بس بس المصر وحدها هي اللي هتتأثر وعفكت لكمان الدماغ فبيحصل انكفاله مايوبسي انكفاله مايوبسي انكفاله اللي هتعود الى البرين ومايوبسي للعضلات اللي هو حاجة ابنورمال وكمان الارجد ليفر مع الارجد ليفر هنا لان الليفر بحتاج برضو اي تي بي كتير ونتيجة ان الى اي تي بي كانت قليلة كتر من حجمه ويزود حجمه عم حامل حاجة اسمها هايبرتروفي كومبنساتر هايبرتروفي علشان يزود بمعنى صح نشاط الخلية بدل من الخلية كانت تكون اي تي بي قليلة لا انا هزود من نشاطها اكتر علشان تكون الى اي تي بي كتير في الظل نقص الى اي تي بي الطبيعي برضو بيحكي لي برضو فيتر في الشل دهود الموجودة لو حصل في الطفلة طبعا لانك مفيش انيرجي انت تخيل مفيش انيرجي تمام الثوثم اندفيدوالس with mild signs and symptoms survive into adolescence or adulthood يعني في الطفولة الموضوع يكون فيتر وخاطر جدا وقاتل ولكن ممكن يكون للسفير في السن المراهقة والبلوغ هنا كمان لسه اعلنها لها فكرة ايه فكرة اني مفيش انيرجي كتير انا متوفر بالنسبة لي بالتالي النسيج بيزود من حجمه تمام علشان يوفر لنفسه كمية اي تي بي على قد ما يقدر وده بيعمل مرض خطير جدا في الهارت يؤدي لويكنس في الهارت مصل بنسميه هايبرتروفيك كارديومهيبسي وزي ما عمل برضو اللارجت ليفر السبسيفيك جروب فيوتشارز مع بعض بنسميها لي سندروم لما اقول لك ايه هو اللي سندروم هتقول لي دي عبارة عن سندروم متلازمة مجموعة فيوتشارز مع بعض بتميز مين بتميز السايتو كروم سيوكسيديس ديفيشنس اللي هو كومبليكس اي في اربعة خاصة بجلايكوجين ستورج ديسيس يعني الجلايكوجين علشان يتكسر الجلوكوز او الجلوكوز علشان يبني جلايكوجين لازم احتاج اي دعاملة اللي هي الانزيمات فالك لو الانزيمات دي حصل فيها افكشن لو اتأثرت وحصل فيها مشكلة ديس اوردر بينتج عنه مرض من ضمن الانزيمات دي اللايزوزومال اي جلوكوزيديس انزيم والمرض تنادي بيسميه بومب ديسيس بومب ديسيس تمام فبيحصل المانفستيشن بيحصل مصل هايبوتوني اللي هو ارتخاف العضلات ومسكولر ديستروفي لايك فيتشارز اللي هو يعني صفات او سمات شبه او اعراض شبه الاعراض اللي احنا بنشوفها في المسكولر ديستروفي والموضوع بيكون اكتر ظاهر في الارجنز اللي فيها لايزوزومز انزيم تمام اما بالنسبة لو الانزيم المتأثر لو الانزيم افكتد افكتد هو المسل في لايكوجين في السوريليز انزيم بيعمل حاجة اسمها ميكيردل ديزيز ميكيردل يعني هنا السؤال يجيلك ازاي يقولك الميكيردل ديزيز ده مشكلة في انهي انزيم يقولك هو مصل في لايكوجين في السوريليز انزيم اما البومبي ديزيز هتقولي هو مشكلة في لايزوزومل اهي جلوكوزيديز انزيم طيب في حالة الميكيردل ديزيز هو اسكليط المسل وبيحصل مسكولر بين وبروجريسيف ويكنس لاي ان دايما الم عضلات مزمن وبروجريسيف ويكنس اللي هو ضعف العضلات بس مش اي ضعف ضعف متفاقن بمعنى ان هو النهاردة كان في ضعف خفيف بكرة يزيد شوية بعده يزيد اكتر وهكذا تمام بمضاء على ايه اه بمرور الوقت تمام نخف كده سؤال بسيط كده معانا بيقولك ايه اهه تايبز اوف مصل فايبر او انواع المصل فايبر اكتين والا مايوسين ولا تروبومايسن ولا اول اف ذعبف اه اي سينك اني الماكتين ينفع الميوسين ينفع تروبومايسن ينفع وبرضو نضيف عليه كمان التروبونين في هنا الاجابة هتكون اجابة الصحية هي اللي هو الإجابة هتكون دي. فالثاني يقول لي اللي هو اللي هو في البروتين اللي هو الديستروفين ولا متابوليك تفكت في الديستروفين دي بروتين والانهيرتد اكس لينكي دي سيز ولا بوث او سي يعني ميوتاشن في البروتين ديستروفين والاكس لينكي. هو في الحقيقة الاجابة هتكون دي. ليه? لاني زي ما قلنا وحكينا ان هو ميوتاشن صح في البروتين اللي هو اللي هو يعتبر خلقة وصل ما بين السيتوسكيلتن الموجود في المسل فيبر وما خارج المسل فيبر. اللي هو اه تمام? هو مش متابوليك دفكت لأ زي ما قلنا اللي هو ميوتاشن. طيب هو هل هو وانها المعلومة دي ان هو وبيكون اكتر في الاطفال الزكور عن ايه? البنات الصغيرة. وبيكون ومين بينقله? الام. بس الام هنا هتكون مش مصابة بكده تكون محاضرتنا خلصت عارف ان هي محاضرة طويلة ورخمة حبتين وفيها كميات معلومات رهيبة بس اه نفهمها كويس ومن وقت للتاني نراجع عليها وهم حاجة اهم حاجة اهم حاجة نحل عليها. وهسيب لكم ان شاء الله ملف اه اسئلة خاصة بالمحاضرة. اه بالاجابة. اه اه اتمنى يعني اه اكون قدرت اني اه اوصل المعلمات وابسط صورة ممكنة. ولو احتاجتوا اي حاجة خصوصي المحاضرة اه انا تحت اعمركم. اه وبس كده سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة